اشتركوا في القناة والآيات فهذا بالإجماع أنه واجب فحرام على الإنسان أن يقول الحمد لله رب العالمين المالك يوم الدين الرحمن الرحيم هذا بالاتفاق وكذلك تحتيب الكلمات لو قال الحمد لله رب العالمين الرحيم الرحمن عليه أيضا حرام بالاتفاق تلتيب الصور ليس حراما ولكنه مخالف لهد الصحابة رضي الله عنهم الذي كاب يجمعون عليه في عهد عثمان رضي الله عنه حيث رتب القرآن هذا التلتيب الذي بين أيدينا ولهذا قال العلماء يكره للإنسان أن يخالف هذا التلتيب وبناء على هذا القول تكون قراءة هذا الرجل في الراكة الأولى أما الثانية سورة القيامة تكون مكروهة هذا إذا قلنا إن قراءة الصلاة واحدة فضكعتين من العلماء من يقول كل ركع على قراءة مفرقة وعلى هذا فلا بأس والذي أطر لي أن الأولاء المرتب في الراكة الواحدة هو الراكة اعتباعا للمسحة المترجم للقناة